السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في تعليق لأحد الأصدقاء أو المتابعين قال أن الإنسان إذا كان عبد لشهواته فهو سيصبح حين ذاك أخطر من الشياطين قد يغتصب أو يلوط أو يفعل كل شيء أو يزني أو يسرق حتى يقتل فقلت هذا كلام صحيح الإنسان إذا كان عبد لشهواته سيكون كذلك فعلا ولكن هذا الأمر على من ينطبق هذا بالعكس ينطبق على المتدينين ومعروف أن الإنسان عندما تنتابه شهوة التدين يكون مستعدا لأن يقوم بكل هذا الأفعال تحت اسم التدين والإله الذي يعبده ويؤمن به فبالتالي هذه الحجة باطلة وتصيب من يوجهها للآخرين بالحقيقة يبدو أن هذا الشخص الذي يحاول أن ينتقص من الآخرين لأنهم مجرد لديهم شهوة بأن يأكلوا شيئا معينا أو يمارسون حاجاتهم الأساسية هذا بالعكس هو يبدو هذا الإنسان يحاول أن يفرض يفرض شروط الشهوة الخاصة به بالتالي عندما نحاسب الدين أو التدين بشكل عام فنجد أن الشهوة موجودة في الدين بالعكس حتى خاصة الدين الإسلامي نجد أن الشهوة وكل ما يتعلق بالشهوات هي مسألة أساسية في الدين ونجد أن الرجل يتزوج أربعة الرجل عندما يغزو ويسلب وينهب هذه الغزو والسلب والنهب وامتلاك الجواري والعبيد وامتلاك الأخذ الجزية وفرضها على الآخرين أليست هذه كلها شهوات؟ ماذا نسميها؟ هم يسمونها بتسمية أخرى لا بس لكنها بالنهاية هي شهوات بغض ننظر عن التسمية هذه الحياة المادية الخشنة المتطلبة العنيفة التي تسلب من الآخرين أشياءهم لمجرد أنهم مختلفون عنك تنتهك حرماتهم فمن الذي يقتصب الآن؟ ومن الذي يفعل الأفائل؟ من الذي يقتل؟ من الذي يسرق؟ الأسماء مختلفة فبالتالي هذا المأيار على مسألة الإنسان إذا كان عبد للشهوات فهو بالحقيقة ليس بالمأيار الصحيح سواء كان إنسان عبد للشهوات كفرد يطيء نفسه والأمارة بالسوء كما يقول الدين أو عبد للشهوات الدينية والتي يطيء فيها ليس نفسه إنما الضمير الجمعي الذي يمثله الدين بالتالي كلها الحالتين ليس بالحالة الصحيحة بدليل أن هذا الرجل عندما يتحدث أو يعلق على يضدي يقول بأنه إنسان إذا كان عبد للشهوات يصبح أخطر من الشيطان وبالفعل هذا ما نراه أنتم لو تشاهدون أدعوكم لمشاهدة الفيديوات التي بثها الدوائش أو تخيلتم ما فعله خالد من الوليد عندما يسمى في توحات في العراق وفي مصر وفي الشام كان يقتل عشرات الآلاف بقلب بارد ويذهب بعد ذلك أن يضاجع نساءه وأهله ويمارس حياته بشكل طبيعي وهذا الأمر يشمل الصحابة أيضا الإمام علي أيضا كان هو الذي أشرف على عملية قتل يهود بن يقر أيضا هذا ليس طعن بهم لكن هذا تاريخ مدون وليس بهدف الطعن بالأسماء هذه ولكن الهدف بأننا أن نوضح بأنها مسألة الشهوة تصيب الجميع فبالتالي النتيجة النهاية أين نتوصل من هذا الحوار أو هذا الكلام الذي يعني الذي لن يؤدي لها شيء النتيجة النهاية هو أن الشهوة موجودة سواء كان شهوة دينية أو شهوة فردية أو شهوة جماعية تتخذ صفة الدين أو التدين أو العقيدة وما إلى ذلك أو طاعة الواجب أو طاعة ولي الأمر مهما كانت تسميات طاعة المسيح طاعة بودة أي كانت أي فالشهوة في الحالتين موجودة سواء حالة الانتماء الحساس بالانتماء الجمعي أو الانتماء للقطيع أو الانتماء إلى الإنسان إلى الانتماء الإنسان لذاته ولنفسه واستجابته لشهواته النتيجة هي أن الشهوة موجودة في كل الحالات سواء الحالات الفردية الإنسانية التي لا يمكن الإنسان يتنازل عنها أو يتخلى عنها وإلا مات يعني الشهوة شهوة أن تأكل لا يمكن أن لا تأكل فإلا فإذا كانت الشهوة فأنا لا أستطيع لا أتوقف عن الأكل وفعلا بعض المتدينين كثير المتدينين فعلوا هذا ونالك سمعان العمود أعتقد واحد اسمه من بالزمن القرن الثالث الميلادي في مصر هذا بقى أربعين سنة عايش على عايش فوق عمود أربعين سنة بقى يمارس كل شي حياته عمود فوق مجرد زود لأنه فقط حتى يتخلص بشهواته بودا نفسه فكرة بشهوات كانت منتشرة فأيضا حاول أن قسع على نفسه كثيرا بمسألة الشهوات وعدم الاستجابة لشهوات النفس العمارة بالسوء والسيئة والتي يغويها يغويها الشيطان فبعد ذلك تشب منه مسألة ليست بهذه الصورة يجب أن يكون أكثر أقل تطرفا وهو بعد ذلك يعني تضحت له طريق الهداية وقال بأنني وصلت إلى النرفانا اللي هي المرحلة العليا وأصبحت بودا أي يعني رائي أو مرئي أو المنير أو المتنور وبالنهاية هي الفكرة الشهوة والرغبة هي موجودة فالحل الوحيد هو أن نتقبل فكرة وجودها وأيضا نتقبل فكرة إدارة شؤونها والتنظيم ها ضمن الإطار المجتمع بأكمله كانت القضية الشهوة مرفوضة بالنسبة للمجتمعات القديمة وضمنها المجتمعات التي أصبحت إسلامية وقبلها المسيحية والمعنوية والزرادشية كانت المشكلة بأنه هذه الشهوة كانت يعني متطرفة جدا لأنه كشحت الموارد كان إنسان البسيط الفقير لا يجد شيء أن يعكله لا يجد ماء نظيف أن يشربه لا يجد حتى كسوة يلبسها ويرتديها فبالتالي هذا الإنسان كان لا يستطيع السيطرة على نفسه لأنه يجد شيء يريد أن يكون مياه سيموت جوعا ماذا يفعل فكانت فكرة الاقتصاب وفكرة السرقة وفكرة السطو وكانت حاضرة بيدهن أي إنسان ولم يكن هناك إمكانية لأن يسيطر على هذا الإنسان بطريقة أخرى وفي الوقت نفسه سادة القوم لم تكن لديهم قدرة على توفير الحاجة الجميع نظرا لشحة الموارد فالدين الإسلام مثلا في مكة أو مدينة ماذا يريد أن يفعل إذا كانت هناك عشرة آلاف نفس تطالب بالأكل وتطالب أن تعيش بطريقة صحيحة الدولة والنظام والسيستم أو العشيرة لا تستطيع توفير كل هذا فبالتالي يضطرون إلى السرقة وإلى الممارس الشهوات وبالتالي بالمقابل ماذا يفعل أولياء الأمور من رجال دين وفقه وأنبياء وغيرهم وصحاب وحواريين وما إلى ذلك لكنهم يفعلون شيء نفس أنه أنت لازم تحارب شهواتك يجب أن تقاوم هذه الشهوات للسرقة ولنهب حقوق الآخرين وللسطو عليهم واقتصاب الآخرين فبالتالي والهدف ليس صالح الناس إنما الهدف فقط ضبط المجتمع وضبط الأفراد وربط أواصر يعني التنفيذ إرادة الجماعة إرادة السلطة الحاكمة فالآن المسألة اختلفت المشكلة لا يدركون اختلاف الزمن مشكلة هذا الشخص الذي تحدثك عن الشهوات ويعتقد من الشهوات شيء سيء بالعكس والشهوات والرغبات هي التي تحرك الإنسان وهي التي تخلق بداخل الطموح وفيها جانب سلبي صحيح لكن هذا الجانب السنبي أنا شرط لأنه كانت شعة الموارد وصعوبة الحياة في ذلك الزمن تتطلب أن الإنسان يحقق شهواته الآن هذه الشهوات مفروضة بالعكس الآن الضغط المستمر على هذه الشهوات هي مسألة لا يمكن غفرانها بالعكس تؤدي إلى مشاكل هائلة جدا لم يعاني منها يعني الإنسان القديم في الأصور القديمة فأن يأتي يعني من أبسط هذا مثال بسيط على كيفية تطبيق منهج قديم أو رؤية معرفية أو رؤية قانونية أو رؤية شرعية أو رؤية إنسانية أو اجتماعية هذه الرؤية تفرض على الناس في العصر الحديث هذا هو اللي يسبب إشكالات كثيرة يسبب تصادم بين القضايا والأفكار وأيضا يشطر المجتمع إلى جهات متحاربة فيما بينها الشهوة شيء مطلوب وفيها الجانب المفيد وكل ما بالعكس يجب بالمدارس تنمية الرغبة والشهوة لدى الطفل وتهذيفها وكل ما في الأمر علينا توجيهها بالتوجيه الصحيح لأنها ستكون فعلا سيئة أداوي جهة بطريقة سيئة وهذا الذي يحصل تلبية هذه الشهوات تحصل حاليا فعلا من خلال تفقيف الديني والتوجيه الديني المستمر والحث على مواجهة الكفار وقتلهم وتجنبهم وأيضا التقليل من شأنهم وتقليل من شأن العلم وتقليل من شأن المعرفة وتقليل من شأن أي شيء والحذر وفصل الإناط عن الرجال وهذا أدى إلى كل هذه المظاهر مظاهر التحرش هي جزء من هذا ردة الفعل الكبيرة مظاهر السرقة وانتشار الفساد والمحسوبية والواسطة هذه كلها ظواهر نتائج هذا التفكير يعني هذا النمط من التفكير الذي أفسد علينا كل شيء الحرية هي الأساس عندما نضع مسألة الحرية الأساس حاجات الإنسان الأساسية بالجنس والأكل والشرب والعمل والسكن هذه الدمات التوفر بعد ذلك نشاهد النتائج السيئة لهذه الحريات وأن نقلمها شيئا في شيئا أي أن نبدأ من سقف الحرية لا أن نبدأ من سقف العبودية هذا اللي كانت تفعل الأديان القديمة وهذا الذي يجب أن يتغير جذريا في مجتمعاتنا لعلينا أن نبدأ من سقف الحرية الدولة يتم قانون يعني يشرع دستورها وتشرع قوانينها وكل تفاصيلها لخدمة حرية الإنسان وهذا المبدأ هو الأساس الحرية هي المبدأ بعد ذلك إذا استجدت أشياء حريات الإنسان وحقوقها بعد ذلك إذا استجدت أشياء ووجدنا نتائج سيئة لهذه الحرية نقلمها ونقلل ونضع الشروط والقيود وما إلى ذلك لا أن نبدأ من العبودية وننتهي بالعبودية هذا ما كان يفعل التاريخ وهذا ما متورطنا به حاليا أصب علي طالع وشكرا جزيلا ومع السلام شكرا جزيلا